امو احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي عنده كم سنة يا امو احمد عنده زينك وادوية بتعلل التركيز وكده امو احمد عنده كم سنة حضرتك عند الوقت تلاتة ونص احنا تريدنا في الموضوع ده من سنة الادوية دي من سنة ومن وكان لما كان عنده سنتين بتريدنا تنمية مهارات وتخاطب تمام ويهي الاخبار دلوقتي حضرتك بس عايزين الاسلينة يبقى كويس وعملته بجلسات اكسوجين تمام تمام حضرتك احنا في منحلوان عايزين نعرف بس اقرب مكان ايه منحلوان واحنا ماشيين كده صح ولا غلص تمام قد دخلوش مدارس طبعية للي فئات خاصة وصح ولا غلط هو دركته 27 عملنا رئيس برده في المركز تحلط على المعادي تمام طيب طبعيين يا اموة هو مش بدري قوي كده ان يتعرف اذا كان عنده توحد ولا لا يعني تقول تلات سنين ونص ممكن ممكن هو بتعمل التست بتعمل التست اللي عملته بس فيه نقطة فيه نقطة يعني اولا بس عايز اقول لهم محمد انه كلمة يا لمية الواحد بيسمع كلمة طيف توحد الكلمة دي انا نفسي يعني يا اما المتخصصين يقولوها لنفسهم يا اما ما يعدوش يفجعوا بها الاهالي لانه كلمة طيف هو الناس كلها طيف اللون الزكاة التخن الغنى الزرافة كل حاجة درجة طيف يعني ده لسه لمحة درجة من الدرجات 27 على مقياس كارز اللي هو مقياس درجة ذاتوية كل طب هي اسمها مش التوحد اسمها الذاتوية كل واحد ليه نسب ده اللي بتتكلم فيه كده فيه ذاتوية زايدة قوي وفيه ذاتوية قليلة قدرت اخرج منها ودخلت في الجزء الاجتماعي السوشل اولي الانطواء التام اللي هو مش عايز مع حد خالص 27 اولا ما يعتبرش ذاتوية رسمية ما يعتبرش اوتزم رسمي يعتبر وده اسيته في فترة ما يعتبر اسمه سمات زايدة شوية الله وفيه سمات مش زايدة الطبيعيين الاطفال الطبيعيين لازم يكون عندهم سمات قدرها الولماء بحوالي من 10 ل 15 سمة ما فيش حد ما عندهش سمات التوحد او الذاتوية دي اقل من 10 الى 15 سمة طب 27 بعدهم بشوية امتى اقول عليك حسب التعريف انت اوتزم رسمي عندي 30 ده اذا كانت من قسمة الصح وبدقة دي نمرة واحد نمرة اتنين بالنسبة لي هي سألت على التعليم وسألت على المراكز اللي ممكن تكون قريبة منه مراكز الاكسجين فعلا مما لا شك فيه انه العلاج هي مشيت حاجاته واكيد تقدمت وحيتقدم الطفل لكن العلاج بالاكسجين الحقيقة انا بفخر به جدا يمكن عاكس ما فينا سكر جدا ما بتحبش هذا الموضوع الاكسجين هتروح تلاقي ام تلاقي اله لله في بالذات مراكز الجيش نكحة جدا في هذا حلوان هيبقى اقرب حاجة بالنسبة لنا بنتكلم يا لمية برضو في القاهرة نفسها فيه محافظات تانية دوقتي فيها علاج بالاكسجين على المضغوط مش اي اكسجين الاكسجين مضغوط في جوة طيارة يعني انت بتخش جوة طيارة مقفولة هو دي الفرق وعشان كده الناس بتدور على العلاج ده مش حقيقة مصر الاكسجين في اي مستشفى وخلاص هو الاكسجين بس بيتقفل وعشان كده اللي شاطرين فيه بتوع الطيران وبتوع الغطس بتبقى في اماكن معاهد الغطس ومركز يعني انا برشح معهد طب الطيران والفضاء في مدينة ناصر برشح معهد ناصر في شبرة بتابع لوزارة الصحة المصرية معهد دراسات العلية للطفولة في جمع تان شمس على واش اكلف تتعفي خلال شهرين ده مركز كبير طب هم كده مشين صحة ولا هم مشين صحة جدا تمام يعني كده بس انا بطلب منهم احباد تكسف عليه اه هنا اللي انا عايز بطلبه منها مدارس طبيعيين مش مدارس طبيعيين معنا كنت لسه النقطة فيها الله يبريك لكلامي اه ايفاندو لانه دي ازمة بتحصل ايوة وده خطأ انا شايفا من وجهة نظر ما عارفش من وجهة نظر حضرتك او طباء اللي الطب النفسي انه فكرة ان احنا نعزلهم لوحدهم تماما على اعتبار انه هم مش طبيعيين اعتقد انه ده بيأخر مش بيقدم كل ما خلف شكل المجتمع كل ما كان ابنورمان فالمجتمع فيه كل حاجة فيه لبيض والسود والضعيف في كذا والقويف في كذا بس لما يبقى المجتمع اما يبقوا منبوزين من جانب المجتمع اكيدا بيقفت المجتمع بيقفت مشكلتا كنت انت اللي مش عارف تفهم الاختلاف ده فالاطفال لما بيعودوا مع بعض لو فيه طفل بيسرخ او بيرفرف او بيلف حوالي النفس او بيعمل حركة نمطية ممكن طفل تاني يلقط الحكاية دي فبيستحب ان كل طفل من هؤلاء اولا تدخل الدوائي والتدخل الاكسجيني الحاجات الطبية يعني اللي بنفوار بتحسن كتير بتحسن جدا ده وبيزول وبالذات لو شغلت وقته بأنشطة بيبطل يعمل الحركات دي فلو دمجته مع الاطفال اللي هم اخواته الطبيعيين هي دي الميزة يبقى انت يعني يا إلا اللي بيروح الحضانة عشان يتفرج اللي تاني على فيلم كارتون او يبقى انا عملت ايه هي ايه مست الحضانة على البيت يا يا لمي الحضانة انت المشاركة انت لسه ايوة انت لسه ايلى مشاركة انت لسه ايلى فأنا راح هناك ما احنا بنقول حتى للي هم بيتأخروا في الكلام نزلي ودي حضانة عشان خاطر يبقى بيسمع وبياخد وبيدي مش بيستقبل بس من شاشة تليفيزيو